هاي افريون انا نانسي and welcome back to my channel بهذا الفيديو رح نكون عم نتعلم جمل اكتر استخداما باللغة الانجليزية فين احنا نكون عم نسمعون او حتى عم نستخدمون بحادثنا اليومية هن كتار طبعا ولكن انا رح اقسمون على كذا فيديو رح بكل فيديو نتعلم قسم او بعض الجمل وهيك منكون ما كتير ضغطنا على حالنا وبنكون نفس الوقت تعلمنا جمل جديدة اذا كنتم مهتمين بطبك هيدا الفيديو كيبون واتشينك رح نبليش باول جملة وهي good morning good morning اذا بدنا نلقي التحية على حضن بيكون بفترة الصباح منقلو good morning وتعني صباح الخير بينما اذا كنا بفترة بالليل منقلو good evening good evening بمعنى مساء الخير وفي عنا ايضا good night good night good evening وgood night هولي بنستخدمون بفترة المساء ولكن شو الفارق بينتون good evening وقتا بد اقول مساء الخير لشخص بمعنى انه هيدا الشخص بعده ما نام يعني عمقل التحية عليه ولكن بالمساء بينما good night تعني تصبح على خير بمعنى انه ياما انا في اللي منعنده لهيدا الشخص ياما هيدا الشخص ذاهب لينام لكن good evening مساء الخير good night وتعني تصبح على خير بينما طبعا اذا كنا بفترة ما بعد الظهور بين الظهور وما بعد الظهور منقول good afternoon good afternoon وبمعنى انه الفترة هي بتلقى التحية بين فترة الظهور لفترة العصر بالاضافة في عنا جملة ممكن كتير نسمعها وهي do you want coffee do you want coffee بمعنى بدك قهوة do you want coffee وفي عنا مرات ايضا نحنا منكون باشغالنا وبيعنا وقت break معايا هو وقت الغداء هيدا الفترة منقلة lunch time أو lunch break it's lunch time يعني انها وقت الغداء it's lunch time بالاضافة نحنا اذا بدنا نقول انه الترويئة جاهزة ترويئة تعني breakfast 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 ومنقول breakfast is ready ويعني الترويئة جاهزة breakfast is ready بمعنى الترويئة جاهزة lunch is ready lunch is ready lunch is ready بمعنى انه الغداء جاهز breakfast ترويئة lunch الغداء ودينر العشاء dinner is ready بمعنى انه العشاء جاهز لكن عنا breakfast lunch ودينر بالاضافة في عنا جملة اذا بدنا نحنا نسأل حدا يساعدنا فينا نقول له could you help me could you help me could you help me could you help me بمعنى هل بإمكانك مساعدتي could you help me اذا انا بالشغل وكتير تعبين في يقول استخدم هذه الجملة I am tired I am tired بمعنى انا متعب او تعبين بينما اذا كانت تعبين كتير في يقول له I am exhausted I am exhausted بمعنى تعبين كتير مرهق واذا انا بدي اقول لشخص انه انا متوجدة بالشغل او انا بالشغل بقول له I am at work I am at work متل ما شفتم انه ببعض الاحيان منقول I am at work وببعض الاحيان نختصرها بنستخدم الاببوفيياشن I am نفس الشي اذا شفتم I am او I am ناينتون يعني نفس الشي ولكن باللغة الانجليزية بيختصرها بأبوستروفي وبيحطوا I am مش I am بالاضافة متل ما كنا بنعرف انه هلأ هي فترة مدارس وبالتالي اذا بدي اقول لشخص انه انا بدي ادروس او علي درس او عندي فرض في يقول له I have to do my homeworks I have to do my homeworks او I have to finish my homeworks بمعنى انه لازم خلص او اعمل فرضات المنزلية I have to finish my homeworks او I have to do my homeworks بالاضافة اذا بدي اقول لشخص انه انا جعان في يقول له I'm hungry I'm hungry او I am hungry بمعنى انا جعان جائع واذا بدي اقول لشخص انه انا عم ادروس I'm studying يعني انا عم بدروس اذا بدي اقول لشخص او اذا حدا اندقله و بدي اقول له برجع انا بدي اقول لك بقول له I will call you back I will call you back او I'll call you back كمان من فينا نختصر I will ب I'll منحط apostrophe و I'll تعني I will بمعنى راح سوف I will call you back او I will call you back بمعنى راح دقلك بعدين اذا بدي اقول لشخص انه انا مش كتير مبسود بقل له I'm upset بمعنى انه انا مفقوس انا مش كتير in the mood I'm upset بينما عاكس upset في قل له انه انا مبسود او فرح في قل له I'm happy I'm happy اذا بدي اسأل شخص انه شو بيقول في قل له What do you say يعني ممكن انا اكون عم اسأل هيدا الشخص عم اخد رأيه بشي عم قل له جملة معينة وهي بقل رجع بقل له What do you say يعني شو بتقول انت What do you say اذا حدا اعتذر منا او اذا حدا عملنا شي ونحن بدنا نقل له انه مفي مشكلة من قل له No problem هيدا مرات بنستخدمها اذا حدا قلنا sorry او اذا حدا قلنا thank you فينا نقل له No problem بمعنى انه مفي مشكلة او حتى اذا حدا نسألنا عن مشكلة معينة فينا نقل له No problem يعني ما في مشكلة بالاضافة في عنا جملة What does this mean What does this mean What does this mean What does this mean بمعنى انه هيدا شو بتعني What does this mean تعني هيدا شو معناته واذا شي خاص بدو يطلب بنا شي فينا نقل له نحن What do you want What do you want بمعنى شو بدك What do you want ومع هولي الامثلة بنكون وصلنا لختام اول فيديو من هيدا السلسلة سلسلة الجمل الاكثر استخداما باللغة الانجليزية بحياتنا اليومية قبل ما انهى حبا اتشكركم على تعليقاتكم اللي كتير حلوة تعليقاتكم الكتير مشجعة في بعض الاشخاص كل فيديو عم شوف انه عم يكتبوا تعليقات وانه ايضا عم يستفادوا من الفيديوهات اللي منزلها وهيدا الشي كتير بيشجعني انه انا ضلني عم نزلكم فيديوهات جديدة انا كتير بتشكركم وانه كتير بحبكم ايضا وبتشكركم على كلماتكم الحلوة ايضا انا بدي انهى معكم بهذا الفيديو وشالا بشوفكم بالفيديو القادم اتمنوا هلا الوقتا stay safe و good bye اشتركوا في القناة